يا مسائل خير عليكم يا رب اكونوا بخير وبصحة وبسعادة تكملة لسلسلة الفيديوهات الخاصة بمدير لأول مرة سواء كنت مدير لأول مرة او مدير بقالك فترة ومحتاج تطور من معلوماتك او اسلوب ادارتك تبقى للمعايير الحديثة. كلمنا قبل كده في خلقات كتيرة جدا على موضوع المدير والاختيارات الموظفين اللي معاك ودورك كمدير وإيه اللي عندك. بس في واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي نتكلم فيها النهاردة هي بيسموها العلامات الحيوية الادارة. هنا احكي لك قصة كده لو انت روحت الدكتور فجأة بعد ما حصل مجهود آآ بدني آآ واغم عليك روحت الدكتور قال لك في بعض العلامات الحيوية متأثرة زي بعد دم ارتفاع السكر كل ده عمل لك لخبطة في الهرمونات كمان فبدأ يأثر على طبيعتك الحيوية واللايف ستايل بتاعك فخليها ناخد بعض الاحتياطات وبعض الروتين اللي هنشتغل عليه يوميا. فالك احنا محتاجين ركز معي بقى عشان نقلل الضغط ونقلل السكر والكلسترول ونقلل الوزن اللي بالتبعية لو قلل هيأثر على باقي بالاحسن محتاجين نمشي يوميا نص ساعة. لمعلوماتك من الافضل صحيا لينا ان احنا نمشي يوميا اكتر من تلاتين دقيقة ده هيطور من صحتنا ويحافظ على آآ الروتين الهيلثي بتاعنا. طيب وبالتالي هتلتزم بكلام الدكتور لان انت شايف واثق فيه ان هو بيقولك ان واحدة من الحاجات المهمة جدا ان انت تمشي على الروتين بتاعي عشان هيأثر على باقي الحاجات اللي احنا محتاجين يعني الماشي هيقلك الوزن وبالتبعية هيقلك السكر. السكر هيقلل الوزن او ما يقلل الوزن هيأثر على ان الضغط يقل ان طبعا اكثر عرضة الضغط والسكر هما الاسمنا ربنا عافينا. ايه ما ارتباطه بقى موضوعنا النهاردة? ان في سبع علامات حيوية محتاج حضرتك تعرفهم وتقف على انت عندك مشكلة في ايه? واتطور واحدة واحدة كل واحدة فيهم وبالتالي ده هيأثر على باقي الفونكشنز مع بعض لحد بنبقى مدير صور. خاني ادهم واحدة واحدة. اول حاجة واهم حاجة هي فكرة التخطيط. من المسئوليات اللي عليك ومن السمات الشخصية فيك ان انت تكون مخطط جيد والمسئوليات اللي عليك ان انت طرف تعمل تخطيط جيد ليك والفريق العمل بتاعك. وخلينا اقول لك على مهمة جدا ان انت لازم التخطيط يكون على ورق. دواء على تحليل السوق اللي انت فيه. الاكستان المسئول اناليسيس والانتان الاناليسيس. وتحديد الاحتاجات اللي انت محتاجها من الناس بتاعتك. ايه اللي المفروض تضغط عنه شوية. تحليل موطقة. تحليل اهداف. كل التفاصيل خاصة بالتحليل. ولكن ابسوري بالتحليل عشان تعمل التخطيط طيب. احنا بنقول التخطيط مبني على تحليل. ثم التخطيط المحضوط على ورق. لازم كمان تحط لت تخطيط خطوات. واضحة لكل الفريق بتاعك. مربوطة بزمن. ولها او ديدلاينز. كل خطوة لها وقت معين هتكمل عليه وتركب عليه الخطوة التانية اللي معتمدة على ده. فبالتالي ما يفعش تنقل الخطوة تانية اللي ما تكون خلص ده في الوقت الزمن المحدد. يبقى التخطيط ده اول طبيعة او اول خاصية حيوية ليك كمدير لازم تكون بتعرفة ملاك واجز. اتنين التنظيم. عملت الخطط على ورق. محتاجة نظم المهمات اللي انا هعملها. آآ مش بس المهمات. ايه المطلوب من كل مهمة بعد تايم بتاعها. اشوف الموارد اللي معايا هنظمها ازاي? التسكس اللي مرتبطة ببعضها وينفع التعامل مع بعض. ايه الكواليفيكيشن زي انا محتاجها عشان ما هيجعين كمان شوية يبقى عارف مين اللي هيقوم بهذه المهمة. وعندنا الحاجة مهمة جدا مفتاح التنظيم هو التخطيط الجيد واللي اتنين مع بعض يؤدوا لنتائج هائلة لو بتعرف تخطط وتنظم كويس هتا وعدك تكون مدير سوبر او هيرو. وعندنا امسينا مهمة جدا في موضوع التخطيط. عندنا كان في دورة الالعاب اللومبية سنة الف سعمائة وربعة طلعونية في لوس انجلز. وسنة الفين اه واتنين. اه في سولة ليك اه سيتي. الفين واتنين. الدورتين دول كانوا بالبلانين كده محدد لهم ان هم اخسر. ولكن جابوا اتنين شاطرين جدا في عملية التنظيم. هو اه بيتر اوبروف في اه سنة اربعة طلعونية في لوس انجلز. وميتر امني اللي كان موشح للرئاسة في سنة الفين واتناشر بعد كده. هو جيهم جالهم في الفين واتنين. وحول بالتنظيم وبعض المهام المتبعة عشان نشتغل عليها واحدة واحدة ونقدر ناخد اللي احنا محتاجينه. وصل ان الخسائر اتحولت ليه ارباح قوية جدا. رقم تلاتة هو التعيين او التوظيف. الشخص المناسب في المكان المناسب. عملنا تخطيط جيد على ورق. ونظمنا لازم نختار الموضف الكف اللي يؤدي الى المهمة. وطبعا مبني على تحليل. انا محتاج ايه? وامتى? وفين? واحتاج اوظف الموضف الانسب. الانسب. وليس الافضل. مش شرط يكون احسن واحد في الماركت. انا عاني تسك مهمة ومعيه فلس على اد الوظيفة دي. فاحتاج الرجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب عندي. رقم اربعة هو القدرة على التفويت. العملات الحيوية زيها زي الهوى والمية ان حضرتك لازم تكون بتعرف تفوت. معنا ان انت بتفوت معنا ان انت ما شلتش ايدك من المهمة. ولكن بعض من المهام بتاعتك ان المفروض لا تكونش بتعرف تعملها كلها. وبالذات لو بتعرف كمان تكون بتفوت حد عشان يقوم مكانك بالمهمة. مش هتشتغل كل حاجة والوقت بتاعك محدود والمسئولات بتزيد كون فترة عن فترة والتارجت بيزيد والاهداف بتزيد. فلازم تعرف تكون بتفوت حد عشان حتى كمان تعرف طلع موضف كفء من تحتك. لما تجي محتاج ترقى حد من تحتك. فلازم يكون بعرف اشتغل بنفس الكيفية. او على هل عارف اساسيات الشغلانة اللي انت فوقتها. رغم خمسة هي المتابعة والاشراف. القرب والمتابعة. كل ما حضرك بتعرف تتابع عملات التشغيلية. قريب من الناس بتعرف توجيهم بتعرف شو في نقاط القوة بتاعتهم ونقاط الضعف وتشتغل عليها وتحسن منها. بتقرب منهم تبعت فترة من الاوقات. بتكون لازم بتعرف تعمل متابعة يومية او او اسبوعية. الاشراف على العملات اللي موجودة في كل القسم بتاعك وكل الادارة. دي رقم خمسة. رقم ستة واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. ودي مش موجودة في كثير من الكتب ان الموظفين بتوعك يبقوا على اطلاعها. مش حاجة ما بتخبي على الموظف بتاعك عشان تقلل وطأة المشكلة او المصيبة. لا بالعكس انت دورك ان انت بتاعنا عامل ازاي? الماركت بتاعنا عامل ازاي? الصناعة بتاعتنا عاملة ازاي? انت كموظف عندك مشكلة ايه والمفروض تحسن منها ازاي? وكل الناس اللي بتتكلم فيه او المنظمة اللي بتسأل الناس ان ام انت يكون المكان بتاعك احسن مكان تشتغل فيه ان دايما مديريني بتخليني على اطلاعها. عارفيني او انا عارف مطلوب مني ايه دايما? وفي نفس الوقت عارف عارف انا هتحاسب على ايه? رقم سام سبعة احنا قلنا كده خلاص رقم ستة افرق ستة حاجات. اه وضع رقم سبعة وضع معايير وضحة لكل حاجة قابلة للقياس. اي حاجة تقدر تعملها مع الموظف تكون ريفلكتد يا اما فلوس يا اما ارقام. ان في الاخر اللي مش هتقدر اه تديره او بمعنى اصح انا عايزة كافأك فلازم اخطي اهداف محددة. عايزة حزبك لازم احطي لك اهداف محددة. ما لا يمكن ادارته لا يمكن قياسه. وبالتالي او لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته. عشان تقدر تنجح لازم تحط معايير واضحة لكل حاجة. والمكافآت تكون مبنية على معايير واضحة. وبرضو الحساب بيكون مبني على معايير واضحة. دول سبع حاجات. انصحك ان انت لو واحدة منهم ما بتعرفش تعملها. قش في تفاصيلها وتعلمها. بتعرف تعمل حاجة قوية جدا. هتلاقي كل اللي باقي بالتابعية هيؤهلك ان انت تكون مدير ناجح ان شاء الله. وتقدر تؤدي عملك بكفاءة. دول سبع آآ عمليات حيوية بازن الله بازن الله بعد كده نتكلف تفاصيلهم. شكرا.